قام رئيس حكومة تيغراي الدكتور ديبرتزيون قبر ميكايل بتهنئة جميع شعب تيغراي وأبناء تيغراي المغتربون المتواجدون في جميع أنحاء العالم بمناسبة السنة الجديدة بالتاريخ الأثيوبي المرافق لعام 2015 حب أن أهني باسم حكومة تيغراي وباسم الجميع بمناسبة السنة الجديدة عام 2015 وكل عام وأنتم بخير وسنة 2015 سوف تكون سنة سلام وأمان وصحة وعمل وأيضا قال الدكتور ديبرتزيون قبر ميكايل أن في عام 2014 تجاوزنا الكثير من الصعوبات ولكن تخطيناها كشعب وحكومة تيغراي معا لكل من كان جزءا من عام 2014 من الكيانات المعادية قمنا بتجاوزها وتخطيها جميعا معا كشعب وحكومة تيغراي وأثبتنا وحدتنا 2014 كان السنة صبر وكفاح لشعب تيغراي وأيضا أضاف الدكتور ديبرتزيون قبر ميكايل أنه شعب وحكومة تيغراي يريد السلام فقط ولا أكثر نحن نريد السلام ومستعدون للسلام ترجمة نانسي قنقر